اشتركوا في القناة في عالم التشيع وهو يكتب في غير التفسير وهو يكتب في غير التفسير لما بفسر هاي لما بمعنى ركوع بيقول لك الركوع هو الحناء وهو الخضوع التام و لم يرد في الاسلام اشي اسمه ركوع لحاله فش اش اسمه ركوع لحاله هو اصلا الركعة ايش تسمى ركعة لان فيها اعلان الخضوع كلها اسمها ركعة مع انه السجود اهم من الركوع الركوع ركن صح والسجود فيه ركعة واحدة وفيه سجدتين تمام تمام وفي السجود بكل انسان اقرب الى ربه في السجود ومع ذلك شو تسمى ركعة ليش لانها اعلان الخضوع واعلان اه حتى جسديا كل هذا اسمه حتى الساجد على فكرة هو راكع من ناحية الانحناء وفيه ابلغ صورها كمان هو ركوع اه وهو يتكلم عن الركوع في اللغة يرد على الكلام بقول هذا واضح الركوع هو يعني الخضوع خضوع طب نرجع الى الاية الان احنا وياك ماذا انت بتقول الركوع هو خضوع تمام؟ الخضوع طب انت شو هم راكعون ايش؟ اه شفتوا اذا هم حتى حتى هم يفسروا خصوصا في مكان بعيد عن الآية بيكون لك الركوع هو معناه هيك الانحناء والخضوع هو بيحكوا الصح بس مرات بقدرش انتبهوا يربطوا تمام؟ او بكون هذا مش مؤمن اصلا بالكلام اللي بقولوا انه هاي بالذات اللي ها علاقة بعلي وهو من من علماءهم الكبار يعني الكبار الكبار طيب المهم لكن هو نفسه في محلات ثانية طبعا انه سقطات هنا وهناك تفاصيل طويلة طيب انما وليكم الله ورسوله هو الذين امنوا